بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي تلاميذ تنميزات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم في قناة زاكر لي يا بابا النهاردة عنزاكر مع بعض مادة اللغة العربية عنحل مع بعض تدريبات الأضواء على درس أصغر سباحتي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ واكتشف نشاط ألف صل بالمعنى المناسب للكلمات الملونة في كل جملة مما يلم عنقرأ مع بعض الجملة ونشوف الكلمة الملونة ونختار معناها من الكلمات اللغة صدها أحب متابعة المصابقات البارولومبية لأنها تشعرني إنه لا يوجد مستحيل هنا أولاد كلمة البارولومبية معناها الأولمبية لزوي الإرادة اسمها أولاد الأولمبية لزوي الإرادة نوصل دي بالأولمبية لزوي الإرادة ناضل صديقي للوصول إلى النهايات في ألعاب القوة كلمة ناضلة بمعنى أولاد بمعنى كافحة واشتهد إبقى نوصل ناضلة بكافحة واشتهد الأم العاملة توفق بين عملها وأسرتها هنا أولاد كلمة توفق يعني توفق معناها توازن فنوصل الجملة دي بكلمة يا أولاد توازن قبل المصابقة أتمرن تمرينات مكستفة مكستفة هنا أولاد بمعنى بمعنى كسيرة فنوصل مكستفة بكسيرة حصلت على وسام لفوز في مصابقة الجارية هنا كلمة وسام بمعنى أولاد بمعنى مدلية فنوصل الجملة بكلمة مدلية نوصل مع بعض أصغر سباحة أول وأصغر سباحة برلومبية في مصر وإفريقيا والوطن العربي تحصل على مدلية نسائية في بطولة للعالم السباحة آية الله أيمن عباس آية منذ ولادتها من زو الإرادة وقد حققت حلمها بأن تكون أصغر بطلة في بحثة الرياضيين المصريين في دورة الألعاب الألمية والبرلومبية التحقت آية بالمنتخب المصري للسباحة لزو الإرادة عام 2014 وناضلت لتشارك في بطولات عالمية لتكون أول سباحة مصرية وعربية تشارك في بطولة الألعاب الألمبية وعمرها لم يتجاوز السلسل عام أحرزت آية مدليتين في الضية وبرونزية في بطولة العالم البرلومبية بالمكسيك عام 2017 وعمرها 17 عام استطاعت آية أن توفق بين دراستها في المرحلة السانوية وتدريباتها المكسفة لتحافظ على مستواها التعليم والرياضي المتميز حصلت آية على وسام الجمهورية لتكون أول من يحصل عليه في تاريخ السباحة المصرية بعد مقرير النص سنحل مع بعض الأنشطة نشاط به ضع علامة صح أمام الجملة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الجملة الغير صحيحة نقرأ مع بعض يا أولاد ونشوف العبارة خطأ ولا صح تعرضت آية لحادث فأصبحت من زو الإرادة لا عبارة خطأ لها قال لك في النص من يوم ولادتها فنكتب هنا غلط استطاعت آية أن توفق بين دراستها وتدريباتها العبارة صحيحة آية أول من حصت على وسام الجمهورية في تاريخ السباحة المصرية نقول العبارة صحيحة لم تشارك آية في أي بطولات عالمية فالعبارة خطأ نشاط جيم اقرأ ثم أجب نقرأ مع بعض الفقرة حصلت آية على وسام الجمهورية لتكون أول من يحصل عليه في تاريخ السباحة المصرية هات من الفقرة مفرد أو سمة يبقى مفرد أو سمة يولاد وسام نكتب وسام مضاد آخر أول نكتب مع بعض ما الوسام الذي حصلت عليه آية يبقى حصلت عليه أولاد وسام الجمهورية نكتب مع بعض كيف حصلت آية على وسام الجمهورية يبقى نقول يا أولاد حصلت على وسام الجمهورية بأنها حافظت على مستواها التعليمي والرياضي لتكون أول من يحصل عليه في تاريخ السباحة المصرية نكتب مع بعض نشاط دان اختر لكل جملة ما يناسبها من القائمة نقرأ يا أولاد الجمل ونشوف الكلمة المناثبة لها عندي جارة لديها طرف صناعي نغط للمشاركة في دورة الألعاب نغط عنكمل جملة النقصة يا أولاد فنقول عندي جارة لديها طرف صناعي نقول يا أولاد ناضلت للمشاركة في دورة الألعاب البرالومبية نكمل مع بعض الجملة النقصة أبزل مجهودات نغط بين المذاكرة والتمرينات فنقول أبزل مجهودات مكسفة لأوفق بين المذاكرة والتمرينات نكمل جملة مع بعض نقول أبزل مجهودات مكسفة لأوفق بين المذاكرة والتمرينات حصل فصلنا على نقط أجمل فصل حصل فصلنا على وسامي أجمل فصل نكتب مع بعض نشاط هي أقول لك استعن بولية أمريكا لتبحث في شبكة المعلومات الدولية اللي هي الإنترنت عن أنواع رياضات التي يمارسها المكفوفون واكتب كيف يمكنهم التميز فيها من ضمن الرياضات التي يمارسها المكفوفين رياضة كرة الجرس كرة الجرس دي أولاد كرة خاصة بالمكفوفين ذات صوت يصدر من الكرة يمكن للمكفوف سماعه تلعب بفريقين يحتوي كل واحد على ثلاث لاعبين ومثلهم يجلس على مقعد البودلاء ويقوم كل لاعب بالدفاع والهجوم وبتعتمد يا أولاد كرة الجرس على اللياقة البدنية لللاعب وسرعة بديهته وقوة الإنصاب والتركيز وقوة التصويب نكتب مع بعض نشاط تسعة هيا نقرأ وقعد قراءة نص أصغر سباحة ثلاثة لاحظ واكتشف هنا يا أولاد هناخد حاجة اسمها الفعل الماضي والفعل المضارع الفعل المضارع يا أولاد لو يدل على حدث ما زال مستمر ما زال يا مستمر ويدل عليه كلمة يا أولاد كلمة الآن يعني حاجة بتحدث وما زالت مستمرة ده اسمه فعل مضارع والفعل الماضي يا أولاد هو يدل على حدث انتهى يسمى فعلا ماضي حدث يا انتهى في الماضي يدل على كلمة يا أولاد العام الماضي الأسبوع الماضي اليوم أمس ده كل يا أولاد يدل على الفعل الماضي فعنحل مع بعض نشاط ألف ونفهم أكتر إيه هو الفعل الماضي وإيه هو الفعل المضارع نشاط ألف أقولك ذهبت في رحلة عبر آلة الزمن وصافرت إلى الماضي لاحظ ماذا حدث ثم أجب هنا أقولك أقرأ الآن قصة شيقة لما تحولها للماضي تقول قرأت أمس قصة شيقة طيب هنا أقولك أتدرب هذا العام على السباحة نحولها الماضي نقوله يا تدربت العام الماضي على السباحة هنا أقولك ضع كل كلمة في الزمن المناسب لها أنا أجل نشوف يا أولاد هنا يجب لك جدول الأفعال هنا مضارع هنا ماضي فنقوله هنا يا أولاد يجب أول حاجة كلمة قرأت قرأت دي أولاد ماضي فنكتب قرأت في الماضي أقرأ أقرأ دي أولاد فعل ماضي يعني هو بيقرأ الآن وما زال مستمر في القراءة فنقوله أقرأ فعل ماضي نكتبها في خاتف أقرأ فعل مضارع هو أولاد بيقرأ وما زال مستمر في القراءة يبقى فعل مضارع نكتب هنا أقرأ في خاتف الفعل مضارع تدربت تدربت أولاد فعل ماضي نكتبها في خاتف الأفعال الماضية أتضرب فعل مضارع كلمات تعبر عن الوقت أمس الآن العام الماضي هذا العام ففي المضارع يا أولاد نقوله الآن ونقوله هذا العام نكتب مع بعض والماضي يا أولاد نكتب أمس ونكتبه العام الماضي نشاط به اقرأ ثم ضع كل فعل في مكانه المناسب كالمثال هنا يا أولاد جيب لك مثال هنا للمذكر وهنا للمؤنث هنا للولد وهنا للبنت فنقول هنا يا أولاد قال لك شارب أحمد اللبن نقض أخاه أحمد أخاه يبقى نقض أحمد أخاه فنأخذ الفعل يا أولاد نقوله ساعد ساعد أحمد أخاه نكتب مع بعض نقض أحمد هوايته المفضلة فنقوله يا أولاد نقوله مارسة أحمد هوايته المفضلة نكتب كلمتها مارسة بعد كده يا أولاد نقول لك نقض أحمد اللغز نقوله يا حل أحمد اللغز نقض أحمد للمؤنث فنقوله يا شاربت سلوى اللبن نقض سلوى أخاه نقوله ساعدت سلوى أخاه نكتب ساعدت للمؤنث نقض سلوى هوايتها المفضلة نقوله يا مارسة سلوى هوايتها المفضلة نقض سلوى اللغز نقوله يا حلت سلوى اللغز رقم أربعة نقوله لاحظ وتعلم نشاط ألف أذكر نوع الفعل المكتوب ثم أكتب أفعالا أخرى من نفس نوع الفعل هنا أولاد يجب لك فعل تأكل فعل فعل مضارع نكتب مضارع نكتب أفعال من نفس نوع أولاد فنكتبها يرسم يشرب يلعب يجري لعبة فعل ماضي نكتب فعل ماضي نكتب أولاد من نفس نوع الفعل الماضي نكتب رسمه شاربه أكله جرى نكتب مع بعض نشاط به ضع وجها ضاحكا تحت الفعل الماضي ثم ضعه في جملة هنا أولاد رسم فعل ماضي أكل فعل ماضي أكل فعل ماضي يتمرن فعل مضارع ينام فعل مضارع كتبت فعل ماضي يصنع فعل مضارع جرت فعل ماضي وترتدي فعل مضارع نعمل وجه ضاحك على الأفعال الماضية نكتب أولاد أربع جمل أول فعل ماضي رسمه فنقوله رسمه أحمد اللوحة جملتين أكله فنقوله أكل عليه الطعام الصحي كتبت فنقوله كتبت مننا الدرس وجرت نقوله جرت صارة في النادي نكتب الجمل مع بعض نشاط جيم سافر بهذه الجمل عبر آلة الزمن إلى الماضي فنقوله أولاد ترسموا ليلة لوحة نعملها ماضي نقوله رسمت ليلة اللوحة يأكل عادل طعاما صحيا نقوله أكل عادل طعاما صحيا نكتب مع بعض جمل في الماضي وكده وصلنا معكم لنهاية الدرس للنهاردة أرجوكم يستفدتم معنا وإلى اللقاء في درس جديد بندروس مادة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر